السلام عليكم مرحبا بكم في قناة دي دوسام دي هادنهار ان شاء الله نقدموح الحلقة ديال طريقة جديدة لجعل ذكر الالانب حامي وفحل وكذلك الزيادة في الخصوبة ديالي إذا الحلقة ديال هادنهار هي بمثابة هدية في الحقيقة ديما كنحاول أن نقدمكم هدايا في القناة ديالي يعني شي موضوع يكون بالصح يعني مهم ومهم بزف هذا موضوع مهم بزف يعني نهديه لجميع الأصدقاء ديالي في القناة والأوفياء اللي كيدعموني واتنسوش أيضا تدعموني بزر جام والناس لي ما جام ما شاركوش معايا يشاركو معايا إذا الموضوع ديالنا وهو أن كل مربي يعني أرانب كيبغي أنه يحسن الدخل دياله يعني كيفاش يحسن الدخل دياله يعني هي الزيادة في الإنتاج والسيادة في الإنتاج كيحتاج واحد ذكر خصو يقوم بالتلقيح كما ينبغي لكن خصو الدكار يكون يعني أنا كنسميه يكون مجنون يعني يكون يلقح في واحد طريقة مجنونة يعني خصو ما يكونش خامل يعني يعني أنا قدامي هالذكرين أنا هالذكر هذا كان عصابره يعني من صغره ونحس به هو باقي ما موصلش السن ديال تلقيح ولكن كنقارنه مع هالذكر تبارك الله كنحس به يعني حيوي وممكن أنه يعطيني نتائج مزيانة لكن كي نحط طريقة باش نجعله حتى هالذكر هذا يعني توى ناشط وممكن أنه يولي مع المدة يولي فحل يعني الفحولة وهي أن الظكر يكون يعني كيلقح بواحد طريقة تكون مجنونة وهالطريقة اللي غادي نقدم لكم هي كتزيد من هورمون الذكورة اللي اسمية دياله هورمون التستستيرون وكتفرز هالطريقة هاد الهورمون بكميات كبيرة جداً مما يجعل السائل المناوي عند الذكر وفير يعني كي يولي عنده ممكن أنه يلقح مرة وزوج وثلاثة بالتالي اسموك يوقع الإنتاج كي يزيد لأنه كما أنه خاصة تكون عندنا الأنثى يعني عندها الخصوبة ديالها عالية وقد قبل التلقيح خاصة يكون عندنا أيضاً الظكر يعني عنده السائل المناوي دياله يعني موجود بغزارة وممكن أنه يعطينا واحد العدد ديال الصغار لأنه اللي كي يتحكم في العدد ديال الصغار يعني خاصة السائل المناوي دياله ما يكونش قليل ويكون حامي يعني خاصة يكون هو فعل حين كنقوله ذكر فعل إذن بدنا ما نطوّع لكم هاد 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 الطريقة هي هي عبارة عن آآ النبتة اللي هي كي يسميها الكرافس الكرافس بمجرد نقدر 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 كمع الكرافس شحال مواحد غادي جاوبني في لي كومونتايا غادي بولي بلي آآ حق الكرافس راح ناك نستعملها في الحريرة ولكن راح كتنفخ هي فعلا الكرافس كتنفخ ولكن أرى كينة شحال من حاجة يعني ممكن أنك إلس عملتها يعني بكيميات كبيرة ممكن أنها تآديك اللعبة اللعبة فين كاينة يعني يعني السر فين كاين وهو في الكمية في الكمية وكذلك الطريقة يعني أنا هنوريكم الطريقة أولا هنضرب على الكرافس رمشيحنا بوحدنا اللي كان ستعملوا يعني الكرافس كين عند العرب كلهم يعني قال العالم العربي رع عندهم الكرافس وكلهم أنا بحثت وحاولت أنا نقلب لكم على أسماء أخرى لقيت الكرافس كين الكرافس كين الكرافس يعني قال نقوله المصريين السوريين التوانسا الخوتنا الجزائريين كل شي كي يقولوا الكرافس احنا يكن استعملوا الحريرة كين الكرافس ما كيتستعملش غير الحريرة كين عنده استعمالات أخرى دبا نهضروا على الطريقة الطريقة وهي كالتالي خاص نحطوا يعني الأرنب أولا ربع حزمة شي الحزمة اللي كي بيعوها يعني احنا كنقوله قبطة ديال الكرافس ما تكتنوش عطيه غير ربع قبطة يعني مني تبغيه أنه يقوم بالعملية ديال التزاوج وتحسوا به جربتوه حسيتو به يعني ناقص يعني كل نهار ما 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 يعني وخال طالبة تتلقيه هو يعني راكد في واحد الجيهة وما بغاش يلقح عطيه ربع حزمة ديال الكرافس ولكن قبل ما تعطيه هالو وهدية السر أنها خاصة تبات في الخل ديروا واحد شوية ديال الخل وغطصوها فيه ممكن أنكم ديروا مع الما ماشي ما لاب ما غديروا بزايال الخل وتضيعوه لنا وديروا واحدة الكيمية ديال الخل وغطصوه ديروه مع الما وغطصوها هدك هدك الربع ممكن أنكم يعني تشدو الحزمة وتقسموها على جوج وتنقسم منها وحد شوية وتعطيوها وتعطيوها وتغطصوها في الما مع الخل ليلا كاملة وتعطيوها لغد ليه بشرط أنها ما تكون سادة خليوها تنشف مزياني يعني رشفوها بشفوطة ويعني سوسوها هاكا هاكا تتولي ناشفة وعطيوها الذكر ديالكم بمجرد ان شاء الله بمجرد ان غادي يكلها غادي ولي فحل وغادي ولي حامي وهد الطريقة هادي يعني ديال الكرافس كلهم متأكدين راها كتستعمل اه حتى عند الانسان لان الانسان حتى هو كيكون اختراس كيكون يعني يعني الخصوبة دياله كبده تقل يعني الكرافس كيساعد هو محفز جنسي خطير يعني بالنسبة للانسان كذلك اذا هالطريقة هادي ممكن ان الذكر ديال الاناني بيلقح بعدها مرة ومرتين واحتل ثلاثة نفس الانثة وممكن انكم تعطيوه انثة اخرى ويلقحها كذلك وثلاثة الاينات يعني انا يا جربت تبارك الله عندي الذكر كان كيلقح يعني انثة جوج مرات مثلا ونعطيه انثة واحدة اخرى كيلقحها كذلك مرة وكتحسبيه صافي بدكيعية كتعطيه واحد استراحة وينودعو تاني كيلقح مرة اخرى ولكن تعطيه الثالثة وينثة واحدة اخرى صافي كي يقول لك انا يا راني عيت صافي وخات تعطيها له تكون هي قبل تلقيح ما كيكملش معها بهالطريقة هادي غير حاولو انكم ما تعطيوش بزاف الكرافص يعني بكميات كبيرة تات بغيو تخدمو يعني هالطريقة تات بغيو تخدمو فيها عملية التزاوج عديروها كاين قادي اخرى ما تعطيوش الصغر الصغر هاكا تنفخهم كي يقولوا عندهم انتفاخات وكذلك ما تعطيوش الاينات تاهية كتنفخهم اما بالنسبة للذكور هي لعطيتهم يعني ربعتن نصف ديال الحزمة او قبطة ديال الكرافص من قوعة في الخل مع الخل يعني ديروها لوم مع الخل وتنشفوها مزيان يعني ليلة كاملة وتنشفوها مزيان وتعطيوها لام السردة ولا متأكدين راها كتعطي واحد لنتائج يعني مو رضية اه نادي ما كان حاول نجيب لكم شي 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 نوع ديال الأدوية ولكن يكون يكون رخيص ما كان قلبش علها شي حاجة يعني ما كيناش في الاسواق اولا اه ولا مثلا غي غي صمعت بيها من شي شيها ولا لا كن حاول أنني نسمع من شي جهة ولكن هذا عبارة عن بحث ولكن أنت كنجربه كنجرب عندي وكننشوف النتائج قدام عيني وكنحاول أنني مبلورها لكم في واحد الفيديويات إذن حلقة ديالنا رأسالات كنشكركم على التعليق الطيبة ديالكم ناسي مازال ما شاركوش معنا شاركو معنا سواء مغاربة سواء العالم العربي كامل رأو لا ولت قناة قناة مشهورة إن شاء الله كل شيء والتي تحدث على ديديو سامدي كنشكركم بزاف وأنا رأي الإشارة باش نجاوب لكم على التعليق ديالكم لاحظوا أنني كنجاوب يوميا وبتالي فيديويات كندير يوميا باش إن شاء الله تكون قناة ناجحة وتزيل بالدعم ديالكم ما تنسوناش بدعم ديالكم زير جام ما تنسوش زير جام كنشكركم بزاف تقيوا على زير الجرس كيصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر